خلص رمضان وخلص العيد وبدأت المشكلة اللي كتير مننا بيعاني منها وهي الترابات النوم والحقيقة فيه سؤال كده شايفينه على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير جدا مش عارفين ننام عشان نروح الشغل الترابات في النوم يا شازلي ناس مش عارفها ترجع تانية نام بدري لأن معيد رمضان بتلخبطها وكمان العيد كان فيه أجازة والناس كلها كانت بتصهر لحد الصبح في رمضان طبعا بنصلي بقى الفجر وبعدين بننام فدلوقتي احنا عايزين ننام بدري عشان نقوم مفيش مشكلة نقوم نصلي الفجر في النص لكن مفيش مشكلة نحنا نحاول قدر الإمكان نحن ننام بدري شوية لكن إيه أسباب الترابات إنهم هل في جزء منها عضوي إزاي نتغلب على هذه الترابات ده اللي هنعرفه دلوقتي من دكتور رمز الرضا أستاذ المخ والأعصاب بجامعة عين شمس اللي بنوارنا صباح الخير على حدث الجردات طبعا يا أهلا بيك يا فان ايه السبب ناس كتير قوي بتشتكل من الأرقلي ومن دول اه طبعا يعني هو في حاجة اسمها لنسعب بيولوجيا دي سيستم في المخ أو نظام في المخ اللي بيخلينا نمشي مع الدورة الطبيعية بتاعت النور والليل الصبح والليل يعني في رمضان أولا نحن بناكل منتأخر فنشاط الجسم بيزيد قوي بالليل فبيبقى صعب علينا ان احنا نم بالليل بدري زائد طبعا انه فيه الأجواء الرمضانية والخروج وحاجات زي كده فالناس فعلا بتصر بعد شهر من ان انا أفضل صهران ان انا حاول ازبط مرة واحدة البروغرام بتاعي دي صعبة جدا على الساعة البيولوجية تاخد حوالي أسبوع عشان ترجع تاني تنتظر وفي بعض الناس بيبقى عليه صعوبة جيدة شديدة ان هو ما يقدرش حتى في خلال أسبوع يرجع ان هو يزبط الساعة البيولوجية بتاعته ويحتاج بقى علاج دوائي يعني علاج الدوائي بقى دي نقطة مهمة لان فيه ناس بجد بتلاقي صعوبة في النوم بالليل وبقى لازم يناموا وفبيضطروا يلجأوا لأدوية عشان تاني ايامهم للأسف بعد فترة بيتعودوا عليها فبيفضلوا بيتعاملوا مع الأدوية دي هل صح انه ممكن شخص يجرب الأدوية دي حتى الفترة صغيرة عشان يقدر ينام وبعد كده يتخلص منها هو طبعا ما يستحبش ان أحد يتصرف من نفسه ان هو في العلاج بتاعه لكن في حاجات طبيعية إلى حد كبير يعني في حاجات زي أعشاب زي مشروبات ممكن انها تهدي الواحد وتخليه نام وزي الميلاتونين الميلاتونين دي هي المادة الطبيعية اللي في الجسم اللي لما الدنيا بتضلم المخ بياخد إشارة انه خلاص ده وقت النوم فبيطلع مادة الميلاتونين دي تساعد على النوم فاحنا ممكن في الحالات زي مثلا بعد رمضان أو فترة الصيف وبعدان الولاد بقى عاوزين يخشوا المدرسة انه نساعد بجرعة صغيرة من الميلاتونين جرعة خارجية صغيرة من الميلاتونين عموما دي مادة آمنة وممكن نستعملها الفترات وصيارة بمنتهى الأمان يعني مفيش خوف منها بداية من عمر كامي دكتور لا والله من عمر صغير يعني ممكن من عمر حتى تسعة أو عشرة بس بجرعة صغيرة احنا نستعملها في الأطفال في ان احنا نساعدهم على النوم لانها اقمن حاجة بالاضافة بقى زي ما اقول حيك للمكملات الغذائية والحاجات الطبيعية يعني مثلا في مادة الماجنيزيوم ماجنيزيوم كويس جدا في المساعدة عن النوم فيتامين دي المساعدة كويس قوي على النوم ممكن بعض المشروبات زي الينسون زي الحاجات دي برضو تساعد الواحد انه هو اينام لكن لو احتاجنا علاج اه اول خطوة في العلاج ان احنا ناخد حاجة زي الميلاتونين طبعا مش بينفع في كل حالات الارق لانه لو الارق سببه توطر سببه قلق غالبا الميلاتوني مش هجيب نتيجة لانه هي دي حاجة بتساعد دورة النوم بس لكن مش هتتغلب على توطر مش هتتغلب على ان الواحد قاعد يفكر كتير والترباط النوم بقى كتير انواع كتير فمش كلها هتنفع بالحاجات البسيطة دي لو المريد ملاقش انه هو مستجيب للحاجات الطبيعية دي لا يبقى فيه مشكلة ولازم بقى يتجه لطبيب ويشوف الموضوع طيب ده خلينا نتكلم محدك عن انواع الترباط النوم لكن احنا بنتكلم عن الادوية في بعض الناس بتستخدم ادوية الكحة اللي بيكون فيها من الاعراض الجانبية ان هي بتنيم فبيتعودوا عليها هل ده غلط طبعا يعني اكيد يعني هو بيتحمل اعراض جانبية بتاعت الادوية دي بدون داعي يعني فيه حاجات ممكن انها تعالج المشكلة اللي عنده وتساعده على النوم ولكنام ده بدون ما يتعرض للاعراض الجانبية بتاعت حاجات زي كده معظم الحاجات اللي هي ادوية الكحة وادوية الحساسية اللي هي ممكن تنيم على المدى الطويل لها اثار على المخ الزاكرة والتركيز وحاجات زي كده ومعظمها كمان ممكن يبقى لها اثار على ضربات القلب فالاستمرار عليها خصوصا بسا في السن الكبير قوي ولا حاجة لا ده مش لا يستحب الاحسن ان احنا ناخد علاج منظم وناخده الفترة صغيرة بحيث ان احنا نبقى عارفين انه هيعالج المشكلة وبعد كده هرجعنا بطبيعي مش المطلوب ان احنا نفضل ناخد مناوم طول حياتنا حتى لو في مشكلة كبيرة في النوم يعني لا نعالجها تاخد شهر تاخد ستة شهر بس تتعالج في الاخر والمريض خلاص يعني يعيش طبيعي بعد كده طيب بالنسبة لسؤال شازلي دكتر المتعلق بأنواع الترابات النوم وطبعا فيه الترابات النوم كتير قوي يعني فيه فوق دلوقتي 80 نوع من الترابات النوم بنقسمهم لأصناف أساسية اللي هي مثلا صعوبة النوم زي القرق مشاكل في الدورة البيولوجية بتاعت النوم اللي هي مثلا زي انه واحد بيشتغل شفتات فبيضطر ان هو يصهر بالليل وبعدين الشفتات بتاعته بتتغير كل شهر فيه مثلا زي اللي تكلمنا عليه ان واحد بسبب ظروف صيف او رمضان او غيره لساعة البلاجية تتطرب وبعدين فيه بقى كاتجري تاني او نوع تاني خالص من الترابات النوم اللي هو حاجات اللي بتحصل داخل النوم زي بقى انقطع التنفس الشخير الجامد ان الواحد يتكلم او يمشي هو نايم دي الحاجات اللي هي بقى بتحصل داخل النوم نفسه المريض بقى بيبقاش في معظم الوقت شاعر بيها بس ممكن اللي حواليه يبتدوا يقولوله لا ده فيه حاجة بتحصل غلط وانتناق وهو يشعر بس انه ممكن اثناء النهار متعب مجهد طول الوقت نايمان مش قادر نشاطه النوم اللي بينامه ده بيصحى برضو مرهق منه فنعرف انه فيه مشكلة بقى انه بنتد ندور داخل النوم نفسه طيب هل المخ ليه علاقة بالموضوع ده سواء كان هو اللي بيتسبب في ده او حتى بيتأثر بدا مسؤولة عن مراكز النوم نفسه يعني مراكز النوم دي غدد معينة في المخ هي اللي مسؤولة عن ان احنا نسحى وننام وكده وبتشتغل مع قشرة المخ اللي هي بقى الجزء العالي من المخ اللي هو بتاع التفكير والصحان وكده فدول بيتبادلوا بنسميها سي سواء انه هو الخلايا دي او الغدد دي بتفرز مواد ولو الحالة الحوالية تسمح ان انا اخش نام خلاص الجزء اللي هو القشرة المخية بيهدى عشان يسمح للنوم انه يحصل فلو في خلل بين الحاجات دي هو ده السبب معظم اضطرابات النوم يعني انه يبقى في خلل بين درجة الانتباه بتاعتي والقشرة المخية بتاعتي قد ايه صحية ووظيف بقى الغدد دي في افرازها للمواد دي والهورمونز دي طيب ايه العادات اللي ممكن نكون بنعملها خلال اليوم اللي ممكن تكون تؤثر على الوقف بالتالي تؤثر كمان على جودة النوم او النوم يعني طبعا حاجات كتيرة ممكن حاجات بنأكلها او بنشربها زي اشهرها طبعا الحاجات زي الشاي والقهوة والكافين اللي في المسلا والشباط الغازية وكده كل ده ايه مقنن ليه يوميا؟ يعني المفروض ان هو اولا ما يبقاش في اي حاجة بعد العصر من الحاجات دي يعني الكلام دي كله يبقى في الصبح لغاية العصر يعني اللي هو نسميه بعد الظهر كمان الكمية ما تزيدش عن لكل طبعا شخص مختلف لكن في حدود 150 ميلي جرام كافين ده اللي هو بقى كوبايتين قهوة او ثلاث كوبايت شاي خفيف او حاجات زي كده فده بالنسبة للمسلا الكافين فيه عدد تانية طبعا بنعملها اه فيه ناس كتيرة بتضطر عشان ظروف شغلها انها تروح تلعب رياضة بالليل الرياضة كويسة بس لو لعبناها قريب قوي من النوم دي منشطة جدا فساعات كتيرة تصعب النوم يعني لو لعبت الرياضة في الساعتين اللي قبل ما نام لأ مخي هينتبه جبت وده بنشوفه كتير قوي في الاطفال لانه بيعنده بسلا مدرسة ومذاكرة وبعدين تمرين وبعدين عاوزين نروح بقى عاوزينه ينام بسرعة عشان يصحى لانه هو مش عارف ينام بسبب رشاط المخ بسبب الحكاية دي فده الحاجات الاساسية يعني طب ايه ممكن يساعد على الاسترخاء يعني مسألة اشرب كوبايت لبن قبل ما تنام خد دوش بماية دافية مثلا قبل ما تنام هل الحاجات دي فعلا بتساعد على الاسترخاء دي حقيقية جدا يعني من الحاجات اللي بتدي للمخ اشارة غير طبعا الانوار والاضاقة لكن دي مهمة طبعا لكن في حاجة مهمة ايه بتدي للمخ اشارة انه ده وقت النوم هو درجة حرارة الجسم فعشان كده حكاية الدوش دي لما انا باخد دوش سخل وبعدين بسيب جسمي يبرد ده بيدي اشارة للمخ انه هو ده وقت النوم فدي حاجة صحية جدا اه انه دوش وبعدين اسيب نفسي ابرد شوي بعديه او اكول داون يعني الحاجة التانية طبعا فيه مشروبات كتيرة يعني زي ما قولنا اللبن مليان كالسيوم وفيه حاجات تانية فيتامينز وكده بتساعد فعلا على النوم فالكاركا دي طبعا برضو من الحاجات اللي هي مهدئة تقلل واحد لو متوتر شوية بيفك فدي حاجات برضو بتساعد على النوم وزي ما كنا بنتكلم الرياضة كويسة وبتساعد عن النوم بس لازم تبقى بعيدة شوية عن المعادة اللي انا عاوز انام فيه يعني احسن معادة تبقى المغرب كده هرجع تانية مع حضرتك للأدوية فيه أدوية منومة او مهدئة بيطلق عليها او تي سي او اللي مش بتحتاج لرجالة الدكتور عشان يتم صرفها والأسف فعلا بيتم استخدامها بشكل خاطئ تماما وبكمية كبيرة جدا فخلينا عرف من حضركم وعرف أستاذ المشاهدين خطورة الأدوية دي حتى يعني على المدى القصير والبعيد لأنها بيبقى حتى ليه أثار جانبية على المدى الأولي البسيط طبعا لا يعني طبعا فيه أدوية كتير قوي او تي سي بره يعني ممكن ناخدها من غير وفي مصر كمان الموضوع اشد شوي انه أدوية كتير حتى المفروض انها تبقى بروشيتة بتتصرف من الصادليات بدون روشيتة يعني يعني لتسهيل على الناس بس للأسف ده طبعا بيؤدي حالات كتيرة قوي من الإدمان منشوفها كتير جدا لأنه احنا منشوف مرضى ممكن انه هو يوصل انه ياخد 20 و30 و40 حبيت منوم كل يوم مش عارف يتخلص منها فطبعا ده مؤذي جدا أولا ما هو معتمد على الدواء لكن كمان مؤذي جدا لجسمه كتير من الحاجات دي ممكن ما نقول اه مش هتأثر مثلا على الكبد مش هتأثر على الكلا لكن تأثر على المخ نفسه يعني الناس كتيرة من اللي بتاخد كميات من المناومات على المدى القصير أولا ما بيبقى فقد الزاكرة يعني زاكرة تتأثر جامد جدا وبعدين ياخد الدواء ممكن عبال ما الدواء يشتغل الفترة اللي هو من خد الدواء الغالب ما الدواء يشتغل ونيمه فطرة دي هو ما بيفتكرهاش تاني يوم يعني بنشوف ناس بتعمل حاجات وتكلم ناس في التليفون وا 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 في الفترة دي ويقول لأنا ما كنتش حاسب نفسي طيب ما انت دخلت في حالة ان خلاص بقى انت مغيب مغيب يعني يعني بقيت بتعمل حاجات خزبن عنك وبقيت زاكرة تكراحت كل ده طبعا معزور هو عاوز ينام بس مش الحل ان احنا نبتدي ناخد الحاجات من الصيدلية او من الشالف كده ونبتدي ناخدها ده مدمر جدا للصحة المخة في منها كمان بيؤدي الاكتئاب يا دكتور وكوابيس أثناء النوم يعني ليها بالفعل اصار جانبية كبيرة يعني مش بسيطة خالص حتى تاني يوم بيصحى اصلا هم مش قادر يبتدي بقى اليوم يعني مش قادر اصلا يشتغل كمان صحيح يعني كتير من الناس برضو بتحط اهمية على ان هم لازم ينام مثلا سبع تمن ساعات اكتر من اهمية ان هو يدور نفسه ويبقى وصل لمرحلة انه بقى خلاص ابساست بفكرة ان انا لازم نام ولازم نام تمن ساعات وعشان كده ابتدي يعلي الجرعات لان لو ما ننتش هيحصل كارسة فجزء من العلاج اللي احنا بنعالجه للناس برضو انه هو اه طبعا انه مهم من صحتك بس ما يتغاش بقى على كل حاجة تانية وما تبقاش مهموم قوي ان انت لو ما نمتش من برح هتصحى تاني يوم مش تعرف تعمل تعيش حياتك لا ما كلنا ممكن انه هو ايام ننام كويس وايام ننام وحش حتى لو انا يوم ما نمتش عدد الساعات الكافي ممكن اعوضه في ايام تانية فيعني ده الناس اللي هو بتستعمل ادوية زيادة عن اللزوم الحقيقة اكتر ناس محتاجين ان هما يزوروا طبيب ويكشفوا ونشوف المشكلة ايه ونعليك تمام لانه وهو حتى المريض بيجي يطلب كده يقول انا مش عايز افضل عن المنوعات بقيت حياتي بس انت ماشي ما استشارتش حد في الموضوع ده انت متصرف من نفسك يعني طيب دكتور فيه ناس بتنام ساعتين ثلاثة بس في اليوم ويبقى كل اليوم بالنسبة لهم نشاط وحيوي وفيه ناس لازم تنام عشر اتناشر ساعة طبعا هو فيه اختلاف بين الناس في الحكاية دي يعني احتياج كل واحد للنوم مختلف شوية لكن الاكيد وده الابحاث كلها اكدته انه اللي ينام اقل من سبع ساعت لا ده خطر عليه على المدى الطويل مفيش حاجة على المدى القصير بيبانه لكن على المدى الطويل اللي بينام اقل من سبعة او اكتر من حداشر ساعة دول معرضين اكتر لمشاكل صحية كبيرة جدا بقى قلب وضغط وجلطات ووفاة اكتر من اي حد تاني اللي هو بينام المتوسط اللي هو السبع تمان ساعات فحتى لو وانا بشوفها كتير يعني حتى لو حد بيقول انا بنام تلت اربع ساعات وبابقى تمام قوي وتول حياتي كده ماشي انت مش حاسس بالمشكلة بس ده بيأثر في عمرك مش هتصحتك وحياتك مش هتبقى كويسة على المدى الطويل زي حد بينام طول حياته سبعة تمان ساعات فلا لازم نساعده لازم ان احنا نعلمه ممكن مش بادوية خالص بس لازم نعلمه ان هو محتاج يدي جسمه ومخه الراحة المطلوبة لانه ده ان ده لانج ترم هيعمل مشكلة كبيرة طيب بما ان حضرتك تتكلم على المساعدة احنا عندنا يعني مش متعارف قوي على عيادات النوم الناس مش تعودين ناس اصلا ما فيه ناس بتعرفش بجد ان دي حاجة موجودة اساسا او ايه بتساعد في ايه او بتعالج ايه ودي ممكن فيه ناس عندها مشاكل ملايش علاقة زي ما حضرتك قلت بالاضطرابات نوم متعلقة بحاجة نفسية فيه ببقى اضطرابات نوم لها اسباب تانية كتير فخلينا نعرف من حضرتكو نعرف السادة المشاهدين اهمية هذه الايادات بتساعد في ايه بتعمل ايه امتى ممكن نروح لها عشان تساعدنا هو زي ما حيك بتقولي تخصص طب النوم ده تخصص مظلوم في العالم كله وفي مصر طبعا كمان لكن ايادات النوم او مراكز النوم دي موجودة في مصر من السبعينات فكرتها انه اولا فيه اضطرابات كتيرة في النوم غير الارق وغير صعوبة النوم حاجات كتيرة بتحتاج ان احنا نعمل اختبار للنوم بمعنى انه المريض ييجي يبات عندنا في المركز او في المستشفى ليلة كاملة او عدد من الليالي واجهزة معينة بتسجل تفاصيل النوم بتاعه بيتنفس ازاي نسبة الاكسجين بتاعته ازاي قلبه شغال ازاي وهو نايم مخه شغال ازاي مراحل النوم الحاجات دي كلها بتتسجل باجهزة دقيقة جدا ساعات كمان بنعمل الاختبارات دي في البيت بتاع المريض عشان يبقى في بيئة اسهل شوية بناءا عليه بنحدد والله التشخيص ايه وبنحط خطة علاج خطة علاج دي ممكن تبقى ادوية ممكن تبقى علاج نفسي ممكن تبقى اجهزة تنافس لو مثلا في مشكلة تنافسية يعني من اضطرابات النوم الشائعة جدا جدا هي مشاكل التنافس في الرجال اللي هي اسمها انقطاع التنافس اثناء النوم مش خير يعني واحد من كل خمس رجالة فوق سن التلاتين معرض انه يبقى عنده انقطاع في التنافس اثناء النوم هو ما يحسش بيه لكن ممكن زوجته مثلا او حد تاني في البيت ياخد باله انه ده شخيره عالي قوي ده نفسه بيروحه ونايم اثناء النهار هو بيصحى مش نشيط وممكن يبقى قاعد في مكان وينام على روحه او ينام وهو سايق ده مرض شائع جدا والناس بتعتبروا انه هو حاجة عاديا ده جوزي بيشخر مسلا لأ جوزي بيشخر ده لازم انت تركز شوية لانه ممكن ده يبقى خطر على حياته ده فيه ناس بتتطلق بسوى مشكلة وفيه ناس كمان فيعني رد على سؤالك لا الناس عيادات انهم مش كتير مش كتير في مصر ومش كتير في العالم لكن هو تخصص قديم وموجود ولو حد عنده مشكلة بيدور على مين اللي يساعده طبعا صعب انه هو المريض يبقى عارف هيروح لدكتور نفسي ولا دكتور مخوة عصابة ولا دكتور تنفس ولا بتاع ففكرة عيادات النوم انه هو هو دكتور متخصص في كل اترباط النوم ويقدر انه يوجه المريض بقى في الاتجاهات دي طيب الناس في النوم انواع فيه حد بيقولك بيحط نوع على المخدة ده بينام ده ربنا يكرمه ده ده مبسوط ده ما يقولش انما فيه ناس تانية بتدخل في دايرة التفكير الزايد وفيه ناس تقول لو غيرت المكان اللي أنا متعود عليه منامش هل ده دي اساس؟ طبعا يعني هو زي ما كنت باحكي من شوية انه هو القشرة المخية اللي هي بقى بتفكر وبتنتبه وكلام ده هي دي اللي معظم اللوقت بتمنع النوم بنسميها حالة من الانتباه الزايد او الهايبر اروزل دي انه المخ اللي بيفكر جامد متوتر الان التفكير ده مانع اي نوم انه هو يحصل مع انه ممكن تبقى دورة النوم شغالة كويسة والهورمون سليمة وكل حاجة فساعتها التركيز كله على ان احنا نهدي النشاط الزايد بتاعة المخدة معظم الوقت بيبقى ده عن طريق علاج نفسي علاج نفسي بنسميه معرفي او سلوكي يعني سلوكيات معينة او افكار معينة بنحاول نتخلص منها بساعات تحتاج طبعا دوة بس ساعتها مش بناخد منوم احنا بساعتها بناخد حاجة تقلل التوتر وتقلل التفكير الزايد وتقلل اللي هو الوسوسة في الافكار ان انا فكرة تمسك فيها وقعد افكر فيها اوفر ان اوفر بدون داعي فده ساعتها بنستعين طبعا بالدكتور النفسي لان هو اللي بيبقى يعني يقدر يتعامل اكتر مع الانتباه الزايد او التفكير الزايد ده يعني زي ما كنت حدرت بتتكلم يا دكتور وكمان فيه عادات بتساعد على النوم بشكل كبير وفيه عادات تانية بتؤثر على النوم بالسلب طبعا فمش لازم في البداية نتخض انح مش عارفين ننام دينا مشكلة فنتجه للأدوية نحاول على قد ما نقدر نبدأ للأدوية نحاول نتجه للحاجات الطبيعية بشكل اكبر زي ما نصحنا دكتور رامز نشكرك طبعا دكتور رامز ريدا أستاذ المخ والأصاب بجماعة عين شامس شكرا شكرا جزيلا